بعد الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بست مواد من قانون الموازنة يعود الحديث عن القانون داخل البيت التشريعي اللجنة المالية النيابية المعنية بإضافة المواد وتعديل كثير منها رفضت التصريح وإعطاء رأيها بقرار المحكمة إلا أن نواباً يرون أن الحكومة قدمت الطعن بهذه المواد لكونها مخالفة للبرنامج الحكومي المواد التي تم رفض أو طعنها من قبل الحكومة هي المواد التي تخالف البرنامج الحكومي وبالتأكيد هناك قسم من المواد والفقرات متعلقة بموضوع التعينات متعلقة بموضوع أكثر على الحكومة فلهذا أن الحكومة رفضت هذه المواد الطعن الحكومي ببعض مواد الموازنة والأمر الولائي الذي أوقف العمل ببعضها فتح باباً آخر أمام المعترضين على مشروع القانون المصوّة عليه نواب أكدوا ليو تيفي إنهم سيطعنون بمواد أخرى وللمحكمة الاتحادية الفصل في ذلك كمنا لاحتنا للطعن في بعض المواد يتعلق بالمادة 16 في مرح السلف الحكومية حيث تمتتي بجداول كاملة وتواريخ معينة وكذلك استثناءات منح استثناءات إلى رؤساء الصناديق ورؤساء المحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 6 مليار دينار استثناء من تعليمات تنفيذ العقود وكذلك في المادة الثانية التي تمنح الوزراء والمحافظين صلاحية المشاركة والاستثمان استثناء من جميع القوانين وهي مخالفة صريحة القرار الولائي أوقف تنفيذ مادة في الموازنة تلزم وزارة المالية باستفاء نسبة واحد من الألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة والرواتب التقاعدية كما أوقفت مادة أعطت لمجالس الجامعات الحكومية التعاقد مع القطاع الخاص في مشاريع استثمارية بحجة توافر صفة الاستعجال فيه وحالة الضرورة القصوى التي تقتضي إصداره أحمد مؤيدي و تيفي بغداد